هذا المساء في إليف حيث يتم سرد المشاكل الكبيرة لفتاة صغيرة تتذكر ملاك اسم الشخص الذي أخفها فيسل الذي يعرف يحيا مصمم على عدم ترك هذا الأمر عندما لا تتمكن إليف من إقناع سوريا بأن والدتها على قيد الحياة تقرر البحث عن والدتها على الإنترنت تقرر ثريا التخلي عن الأمل معتقدة أن مشاعرها تجاه كرنبيلا مقابل ثوريا التي تريد مغادرة القصر والانتقال إلى منزل منفصل تواجه عقب لم تتوقعها أبدا من ناحية أخرى تتذكر ملك أن اسم الرجل الذي خبأها في المنزل من قبل كان يحيا يذهب فيسل الذي يعرف يحيا إلى ليلة قريبة يحيا لمعرفة ما إذا كان لها أي علاقة باختفاء ملاك هل سيتمكن فيسل من معرفة نوايا يحيا؟ تولي وفيسل يقصفان ملاك بالأسئلة لمعرفة ما حدث لملك وفهم من فعل هذا بها أخيرا أخبرت أليف سوريا أنها رأت والدتها على شاشة التلفزيون تولي وفيسل يستجوبان ملاك لمعرفة كيف تم تصوير ملاك على أنها ميتة وأين ومع من عاشت طوال هذا الوقت فيسل مصمم على معرفة من فعل هذا بملك ولماذا في القصر أخبرت أليف سوريا أخيرا أن والدتها على قيد الحياة وأنها رأتها على شاشة التلفزيون بناء على كلمات إليف تبدأ سوريا في طرح أسئلة على يلز حول إليف من ناحية أخرى يسعد كرم بوجود ثرية في القصر وعلى الرغم من أنه لا يستطيع الاعتراف بذلك لنفسه إلا أنه يبدأ في التقرب من ثوريا هل سيتمكن تولي وفيسل الذين رأوا ملك التي ظنوا أنها ماتت بعد أشهر من تذكير ملك بأيامها الماضية ملك التي كانت تقيم في منزل جوليدا لعدة أيام تلتقي أخيرا بتولي يصاب تولي وفيسل بالصدمة عندما يجدان أن ملك على قيد الحياة ومع ذلك ملك لا تتذكر تولي وفيسل وإنجي لأنها عانت من فقدان الذاكرة بسبب الحادث المروري الذي تعرضت له تقول تولي إنهم فقدوا إليف في الحادث لكن ملك لا تقبل ذلك أبدا وتهرب منهم معتقدة أن تولي ستؤذيها هل سيتمكن تولي وفيسل من تهدئة ملاك وتذكيرها بمن هي عندما يدرك طارق أن كرم يتبعه يقوم بإعداد خطة ويحول كرم إلى زاوية من ناحية أخرى تذهب تولي إلى منزل جوليدا غير مدركة أن ملك تعيش هناك هل ترى تولي ملك هذه المرة بعد أن يدرك طارق أن كرم يسعى وراءه يأتي بخطة ماكرة ويدعو حميرة لقضاء عطلة بدلا من رنى في اللحظة الأخيرة عندما يرى كرم حميرة بدلا من امرأة أخرى في غرفة الفندق يشعر بالحرج تجاه طارق تمكن طارق من الهروب من قبضة كرم مرة أخرى لكن رغم كل شيء لا يستطيع كرم التخلص من الشك الذي بداخله من ناحية أخرى لا تزال ملك تعيش بجوار جوليدا جوليد التي لا تستطيع تحمله لا تسمح لملك بالبقاء في الشوارع بمفردها هل ترى تولي التي لا تعلم أنها في نفس الحي مع ملاك ملاك أخيرا يخطط طارق لقضاء عطلة للتصالح مع رنى عندما علم كرم بخطة طارق تأكد أنه يخون أخته ويتبع طارق هل سيتمكن كرم من كشف مخططات طارق هذه المرة؟ يريد طارق التصالح مع رنى ويخطط لقضاء إجازة صغيرة لشخصين خارج المدينة لكن كرم علم بخطة طارق يتصل بحميرة ويحاول معرفة خططهم لعطلة نهاية الأسبوع وعندما يسمع أن حميرة ليست على علم بأي شيء يعتقد أن شكوكه في محلها بعد أن أدرك كرم أن طارق يخون حميرة يلاحق طارق ويتبعه إلى الفندق الذي سيقيم فيه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لكن مفاجأة غير متوقعة تنتظر كرم في غرفته بالفندق تتخذ رنى إجراءات للانتقام من طارق تسوء الأمور ويجد طارق نفسه محاصرا ماذا ستكون خطة رنى هذه المرة؟ تغضب إنجي من تولي التي لا تصدقها من ناحية أخرى تشعر تولي بالانزعاج لأنها لم تتمكن من إخبار إنجي بما حدث بعد الحادث من ناحية أخرى يستمر فيلدان في جعل مسيد يشرب السم كدواء بإلحاح من طارق تدهور صحة مسيد يقلق الجميع كرم الذي لا يستطيع فهم وضعه بقي عاجزا في الشركة بعد مشاجرة مع رنى طارق أخذت إجازة وأغلقت على نفسها في منزلها للابتعاد عنه ومع عدم تمكنه من الوصول إليه بدأت أعصاب طارق في التدهور رنى تحب هذا الوضع كثيرا رنى التي تريد الانتقام من طارق وإذائه تحاصر حميرة التي تعتقد أنه صديق تتخذ رنى إجراءات للانتقام من طارق تسوء الأمور ويجد طارق نفسه محاصرا ماذا ستكون خطة رنى هذه المرة؟ تغضب إنجي من تولي التي لا تصدقها من ناحية أخرى تشعر تولي بالانزعاج لأنها لم تتمكن من إخبار إنجي بما حدث بعد الحادث من ناحية أخرى يستمر فلدا في جعل مسيد يشرب السم كدواء بإلحاح من طارق تدهور صحة مسيد يقلق الجميع كرم الذي لا يستطيع فهم وضعه بقي عاجزا في الشركة بعد مشاجرة مع رنى طارق أخذت إجازة وأغلقت على نفسها في منزلها للابتعاد عنه ومع عدم تمكنه من الغصول إليه بدأت أعصاب طارق في التدهور رنى تحب هذا الوضع كثيرا رنى التي تريد الانتقام من طارق وإيذائه تحاصر حميرة التي تعتقد أنه صديق يلتقي إنجي وملك مرة أخرى لكن ملك لا تتذكر إنجي يبدأ مسيد بالمرض بسبب الأدوية التي قدمها فيلدان بعد رؤية ملك في الشارع للمرة الثانية تمكن إنجي من التحدث معها هذه المرة لكن ملاك لا تتذكر إنجي رغم كل جهودها تخبر إنجي تولي أنها رأت ملك لكنها لا تزال غير قادرة على إقناعها تعتقد تولي أن إنجي تفتقد ملك وأليف كثيرا وتعتقد أنها تحلم مرة أخرى في القصر تبدأ الأدوية التي أعطاها فيلدان سرا لام مسيد في التأثير وتتدهور صحة مسيد يوما بعد يوم تشعر فيلدان بالندم على ما فعلته لكنها لا تستطيع التوقف عن إعطاء الأدوية بسبب ضغوط طارق تعتقد رنى أن طارق وضعها في الخلفية ويتخذ إجراءات للانتقام بينما لا تستطيع إنجي تصديق أن ملك قد ماتت إلا أنها تواجه مفاجأة كبيرة تعتقد رنى أن طارق يهملها وتذهب إلى القصر لتخويفه ترجمة نانسي قنقر